مرحبا شباب، الهضم في المعدة أصفها رقم 45 الهضم في المعدة يا شباب، ماشي بلاحظ فيه مجموعة من النقاط خلاصة هذه النقاط رح نأشرة هلأ أنا وإنتم لاحظ معي أولا، أول إفراز أنت رح تتلاقى معه في منطقة المعدة هو إنزيم خاص بالبروتين يهضم هذا البروتين هل أنا أحفظ اسم؟ نعم، بدك تحفظ اسم اسمه الببسين طيب، فيه إفراز آخر؟ نعم، إفراز اسمه حامض الهايدروكلوريك طب هذا الهايدروكلوريك، ليش موجود؟ أو شو الهدف منه؟ الهدف منه هي عملية ما نسمى باسم تحفيز عمل الإنزيم إنزيم مين؟ إنزيم الببسين اللي فوقي حكينا عنه طيب، هل فيه إفراز ثالث؟ نعم اللي هي جاية من الغدد المخاطية مخاط من الغدد المخاطية طيب، هذا ليش موجود يا أستاذ؟ هذا موجود يا سيدي من أجل عملية واحدة فقط وهو الحفاظ على جدار المعدة الحفاظ على جدار المعدة من إيش؟ من إفرازات الحامض، لأنه هذا الحامض اللي حكينا عنه اللي هو الاتسيل، البي اتش تبعه بيكون بين واحد ونص إلى اثنين، تمام، وهذا القيمة هي قيمة حامضية منخفضة جداً، قد تؤثر على مين؟ على عمل المعدة نجد، نرجع أنا وأنتو على الصفحة، شو بيقول بيها؟ يحدث مزيد من تقطيع الطعام والمزج بالعصارة الهاضمة نتيجة للانقباضات المتتالية للعضلات الملساء في جدار المعدة، يعني أثناء ما المعدة عم تتحرك، تمام، بيصير عملية خلط كويس هذا يجينا عنه، الجواب عنه شو بيقول؟ إذ تحتوي الطبقة المبطلة للمعدة على ملايين من الغدد، شو تفرز هذه الغدد اللي حكيناها قبل شوي؟ تفرز أولاً إنزيم البابسين مشان يهضم البروتين، تفرز ثانياً الهايدروكلوريك الحامض اللي يساعد على قتل الجراثيم وتحفيز عمل الإنزيم، وتفرز ثالثاً للمخاط، ليش؟ مشان تحمي جدار المعدة من تأثيرات الحامض هون أنا وأنت بنشوف هون في تعريفين غريبين، تعريف اسمه الكيموس، جديد هذا علنا، وتعريف اسمه الصمام البوابي الكيموس هو المادة الغذائية الموجودة في منطقة المعدة والتي تم خلطها بالإنزيمات اللي احنا حكينا عنها، اللي هو اللي حكينا عنها إذا بتذكروا، البابسين والهايدروكلوريك والمخاط طيب، شو تعريف الكيموس في الكتاب المنهجي؟ أثناء استمرار عملية هضم في المعدة يتكون سائل كثيف القوام يسمى الكيموس وبعد فترة تتراوح ما بين ساعة وخمسة ساعات يتحرك الكيموس نحو الأمعاء الدقيقة إذن هذا هو تعريف كامل الثلاث أسطر بالنسبة للكيموس بلاحظ هنا أنا في عندي تعريف اسمه الصمام البوابي وهو الصمام الذي يقع بين المعدة والأمعاء الدقيقة يعني لما أنا ما كنروح على الرسمة، شايف هذه المنطقة الاثنى عشر؟ هون بيكون أنا عندي منطقة المعدة تمام؟ النقطة الربط بين هذون للاثنين هي العضلة هذه ما يسمى باسم العضلة البوابية ماشي؟ تربط ما بين المعدة من جهة وما بين الأمعاء الدقيقة من جهة أخرى وتبتدأ الأمعاء الدقيقة بمنطقة الاثنى عشر لاحظ في منطقة الاثنى عشر الغضم في الأمعاء الدقيقة فقط معطينا في صفحة رقم خمسة أربعين أكم من جزء يتكون منها الأمعاء الدقيقة؟ يتكون من الاثنى عشر هذه المنطقة الناعمة بتشوفها قدامك منطقة الصائم والمنطقة هذه المتعرجة الذي أطلق عليها باسم منطقة اللفائش هنا إحنا يجينا السؤال جدا مهم بيقول لك لماذا يعطى المريض هرمون الأنسولين كإبر ما بينعطى على شكل أقراص لأنه البروتين شوف شو حكالك هرمون الأنسولين عبارة عن إيش عن بروتين إذا تم هضم البروتين عن طريق البابسين فإنه لا يعمل فإنه لا يعمل وبالتالي شو بيصير ما بيصير فيه إلى أي مفعول داخل الجسم تمام إلى هون انتهت الصفحة رقم 45 يعطيكم العافية مرحبا شباب ادري الصفحة رقم 46 شوف الشكل رقم 6 شايف هذه المنطقة الحمراء بتشبه الخيمة اللي إلها في الصين هذا يسمى باسم الكبد شايف هذه المنطقة الخضرة شو اسمها هذه اسمها الحوصلة المرارية أو المرارة أو الحوصلة الصفراوية شايف هذه المنطقة المحببة باللون الأصفر هذه كلها عبارة عن إيش ومبتداته هذه كلها عبارة عن إيش عبارة عن بنكرياس هذه هي المنطقة المهمة اللي إحنا رح نبتدي نشرح عليها كيف يتم الهضم في منطقة الأمعاء الدقيقة في صفحة رقم 46 اتبع معي أولا تعتبد عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة على إفرازات الإنزيمات الهاضمة هذه الإنزيمات الهاضمة إيش بتهضم تهضم الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون من وين مصدر إفرازاتها؟ رح نلاحظ الكبد مصدر إفراز والبنكرياس مصدر للإفراز وكذلك الحوصلة المرارية أو الحوصلة الصفراوية ولاحظ أن منطقة الأمعاء الدقيقة ما بيحدث فيها فقط هضم للطعام إنما يحدث فيها أولا الهضم وثانيا إيش الامتصاص هل لا نجي على منطقة الاثنى عشر منطقة الاثنى عشر هي أول منطقة تستقبل عملية الكيموس أو تستقبل السائل الكثيف اللي سمنا باسم الكيموس وتعريفه هي أول جزء من الأمعاء الدقيقة والكيموس الموجود في المعدة هو اللي بيستقبلها إضافة إلى وجود عصارات هاضمة من البنكرياس والكبد والحوصلة الصفرا إذن هلأ إحنا نحن نحن نأخذ بالتفصيل شو بيعمل البنكرياس وشو هي أفرازات الكبد وشو أهمية الحوصلة الصفراوية مرحبا شباب بدنا نأخذ هلأ من خلال درس رقم 46 البنكرياس البنكرياس يا شباب هو عبارة أولا عن غدة تفرز إنزيمات للهضم هضم مين؟ يأمر كربوهيدرات يأمر البروتينات يأمر الدهون طيب نجي أنا وإنت نكتبه هون الدهون تهضم في منطقة الأمعاء الدقيقة عن طريق إنزيم اسمه اللايبيز والبروتين يهضم عن طريق إنزيم خاص يسمى بإسم التربسين والكربوهيدرات تفرز وتهضم بالكامل أنا آسف تهضم بالكامل عن طريق الأميليز البنكرياسي هون أنا رح يجينا شغلة جدا مهمة إفراز واحد واثنين وثلاثة هاي المواد اللي بدها تنهضم وين تنهضم أو إيش المسؤول عن هضمها في منطقة الأمعاء الدقيقة المسؤول عنها بإيش البنكرياس تمام يا شباب إذن أنا في تعريفة البنكرياس أولا هو عبارة عن غدة ثانيا هو بيفرز إنزيمات اللي سميناها بإسم الأميليز البنكرياسي خاص بالنسبة للكربوهيدرات التربسين خاص بالنسبة لمنطقة البروتين أو أخاص عفوا بمادة البروتين واللايبيز اللي هو بيخص إيش إنزين أو خاص بهضم الدهون طيب هون في أنا اكتشفنا وجود إنزين أو مادة قاعدية اسمها البيكربونات الصوديوم هذا لي إيش موجودة هذه مشان تعادل حموضة المعدة اللي موجودة في الكيموس مش الكيموس كان حامل للبي أشتبعه بين الواحد ونص إلى اثنين بي أش فمشان أنا أرفع القيمة إلى ثمانية أو تسعة بدي أفرزها بيكربونات الصوديوم إذن صار في عندك أنت ثلاثة إنزيمات للهضم زائدا وجود بيكربونات الصوديوم لمعادلة الحامض ورفعه إلى القيمة القاعدية الدرسنا اليوم في صفحة رقم 46 الكبد والحوصلة الصفراوية أولا تعريف الكبد هو إيش أكبر أعضاء الجسم ثانيا ما هي الوظيفة إزالة السموم التي تدخل مع الغذاء والعقاقية والأدوية وإنتاجها لإيش للعصارة الصفراوية طب هاي العصارة الصفراوية ليه إيش موجود مشان نتعرف على استحلاب الدهون استحلاب الدهون هي عملية تفتيت الدهون إلى قطرات صغيرة تبع معي في صفحة رقم 47 لاحظ هذه قطعة قطرة كبيرة من الدهن أثناء وجود العصارة الصفراوية المنتجة من المرارة أو من الحوصلة الصفراوية في الكبد تحولت إلى قطرات صغيرة إذن أنا اشتغلت هنا على عامل اسمه عامل حجم القطرة أنا ما غيرت بتركيبها الكيميائي أنا اشتغلت على عامل الحجم طب ليش أنا على هذا العامل أنا بدأت اشتغلت لأنه راح يعمل على أنه يزيد من مساحة سطح عمل الإنزيم اللايبيز الذي يعمل على هضم الدهون في العماء الدقيقة بمعنى إنزيم اللايبيز لما بيفرز ممكن أنه يتعرض لهذا الجزء فقط ويهضم جزء فقط من القطرة الكبيرة من الدهون لكن أنت لما بتفتتها إلى هذه القطرات ويهاجمها إنزيم اللايبيز فبيكون قادر على التعامل معها جميعا لو بيجينا أنا سؤال تحقق أوضح أهمية كل مما يأتي في عملية الهضم شو أهمية العصارة الصفراوية اللي هي عملية استحلاب الدهون هاي قدامك عملية استحلاب الدهون طيب شو أهميات الإنزيمات المفرزة بالمنطقة البنكرياس اللي هي لهضم مين لأنها تقوم بهضم البروتين وهضم الكاربوهيدرات وكذلك هضم ما سمناها بإسم الدهون بالإضافة إلى نقطة أخرى جدا هي رفع القيمة القاعدية أو البي أتش نحو القاعدة عن طريق البي كاربونات تمام يا شباب يطيقكم جميعا ألف عافية ترجمة نانسي قنقر